السلطعون الأزرق هذا الاسم الذي يطلق على هذا الحيوان ويسمى أيضا بالسرطان البحري وهو من فصيلة القشريات ويوجد منه أنواع كثيرة وبعضها لا تؤكل لكن هذا النوع يؤكل السلطعون يتواجد في البحر ويعيش في المياه المالحة وهو يسكن عادة قرب الشواطئ تعيش مدفونة في تربة القاع تحت طبقة رملية بعمق عشر مليمترات على الأقل وهو منتشر في كافة أنحاء العالم وخصوص في البحار ومن صفات هذا الحيوان أن له جسم دائري مسطح وهو مغطى بدروع قشرية قوية وله خمس أجواز من الأرجل يسخدمها في السير والسباحة ومنها زوج عبارة عن كلابات ضخمة تسمى عضاضة يستخدمها في الأكل والصيد والدفاع عن نفسه ويمكنه من خلال هذه العضاضة أن يحطم الأصداف بسهولة للحصول على ما بداخلها من الرخويات ويعتبر السلطعون من الحيوانات آكلة اللحوم وهي أيضا حيوانات قمامة ويتغذى هذا الحيوان على بقايا المواد العضوية ويأكل النباتات والكائنات الحية الدقيقة والتي لا تكون لها أعمدة كما يعتبر السلطعون نفسه في مراحل نموه الأولى غذاء للأسماك وقنديل البحر والربيان بعد بلوغ إناث السلطعون تقوم الأنثى بإخراج مادة مع بولها حتى تجذب الذكور وبعد عراك يفوز الذكر المنتصر ويحصل على فرصة للقاح فبعد التزاوج تهاجر الأنثى إلى مكان أكثر ملوحة وعلى خلاف أكثر الكائنات الحية البحرية يمكن أن يقوم ببيض في أي وقت من العام وذلك بسبب أن أثناء التزاوج يقوم الذكر بإفراغ اللقاح في أوعية شبيهة بحويصلة لدى أنثى القبقب والتي تستطيع أن تخزنها الأنثى إلى فترة تزيد عن العام وتحتفظ الأنثى باللقاح لتستعملها في وقت لاحق كما أنها تستخدم اللقاح لمرة أو مرتين على حسب حاجتها لا تنسى والعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد قناة الصياد